نسبة الأمية في مصر دي هل فعلا انخفضت الـ 24% فقط؟ لا نسبة الأمية طبعا كان الإحصائيات قبل إنشاء الهيئة العامة التعليمي الكبار كانت 42% يعني سنة 1991 بدأنا عمل على أرض الواقع 92 كانت نسبة الأمية حوالي 42% دلوقتي نسبة الأمية وفقا للشريحة العمرية 15 سنة فأكثر حوالي 26% وكسب بالنسبة لتعداد سكان مصر 19.12% بالنسبة لتعداد السكان أنت بتكلم على 20 مليون بنيات لا 17 مليون أو 16 مليون وكسب ما هو إحنا 100 مليون و19 وحاجة في المية يعني أنت 20 مليون يعني على طول كتب 19% في تعداد مصر 19% مش 20 فطبعا ده يعني حوالي 17 مليون أو أقل طبعا الإنجاز يعني الحمد لله بقى فيه إنجاز على أرض الواقع من خلال الشراكات اللي بنعملها يعني ليه ما دخلتوا؟ أنتو الشراكات بقى خلص خلصنا الجامعات الشراكات الأخرى لاحظت أن تنصيقية شباب الأحزاب بدحلين معاكم فين بقيت الأحزاب المصرية بقى؟ طبعا كان فيه تواجهات صريحة من القيادة السياسية إن الكل يشارك ويمكن كان دعوة فخامة رئيس لشباب الأحزاب إن هم يشاركوا بالفعل في تبني مشروع محول عمية تنصيقية شباب الأحزاب بأمانة بدأوا يتواصلوا معنا بشكل كويس ونستثبت طبعا المقارات الأحزاب الموجودة وقعنا معهم برتكول تعاون وقعنا مع الأحزاب الكبرى برتكولات تعاون بالفعل في مجال محول عمية عندنا مشروع ضخمة جدا مع القوات المسلحة محول عمية المجندين ما فيش مجند بيدخل القوات المسلحة إلا لما يخضع إلى بنامج لمحول عمية وتعليم الكبار وياخد شهادة محول عمية بجوار شهادة إنهاء الخدمة العسكرية واللي ما بيخد شهادة محول عمية بيطلع بعد زميله بستة شهور فطبعا ده حافظ قوي إنه يتعلق خلاحة ويخلص الجزء بتاعه